علاج التجاعد بسرعة هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سسماء للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج التجاعد سواء تعلق الأمر بتجاعد الوجه والرقبة واليدين باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت وفي كل منزل إن شاء الله فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة أخت الكريمة تزور قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوره ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على هذه المكونات التي ستساعدك كثيرا على إزالة التجاعد بسرعة جدا فلدينا هنا المكون الأول كما ترين أخت الكريمة ستحتاجين إلى الحمص النية أو مسحوق الحمص فمسحوق الحمص يعتبر من بين المكونات المفيدة جدا للبشرة فهو يبيض ويفتح لون البشرة من أول استخدام وأيضا سيساعدك على إزالة التجاعد المبكرة وأيضا محاربة الجذور الحرة التي تعد من بين الأسباب الرئيسية في ظهور التجاعد المبكرة سواء تعلق الأمر بتجاعد الجبهة والوجه وأيضا اليدين والرقبة وستحتاجين كمقدار من مسحوق الحمص في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى بذور الكتان أو زرية الكتان وهي تكون على هذا الشكل فهذه البذور تعد من بين المكونات المفيدة جدا جدا لإزالة التجاعد فهي ستساعدك كثيرا في إزالة التجاعد المبكرة ومحاربتها وأيضا ستحمي بشرة الوجه واليدين والرقبة من التجاعد وتحاربها لكي لا تظهر مرة أخرى وأيضا بذور الكتان أو زرية الكتان فهي جد مفيدة لتوحيد لون البشرة وإزالة حبوب الوجه أو حب الشباب وأيضا ستساعدك على إزالة الكلف والنمش إذا كنت تعانينا منه وستحتاجين كمقدار من مسحوق بذور الكتان أو بذرة الكتان في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة كذلك من بذرة الكتان أو بذور الكتان أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة ستحتاجين إلى ماء الورد فماء الورد جد مفيد وفعال في ترطيب وتنعيم البشرة الجافة وأيضا يزيل البقع الدكنة والتسبغات وأيضا يعمل على غلق المسام وتنظيفها جيدا مما سيساعدك على التخلص نهائيا من حبوب الوجه أو حب الشباب بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح عفوا طريقة تحضير الوصفة طريقة التحضير فهي جد تهلة وبسيطة تأخذين إناء وتضعين فيه ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان وأيضا ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص النية وتقومين بخلص جميع هذه المكونات باستخدام ماء الورد إلى أن تحصلي على عجينة متجانسة بعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام والاستعمالها لعلاج التجاعيد سواء تعلق الأمر بتجاعيد الوجه والرقبة واليدين وأيضا ستساعدك هذه الوصفة على تفتيح لون البشرة بكفاءة عالية بعد ذلك تقومين بتطبيق الوصفة على الوجه بالكامل والرقبة أيضا واليدين لإزالة التجاعيد وتفتيح لون البشرة وتتركين الوصفة حتى تجف بالكامل وبعد ذلك يمكنك غسل وجهك بالماء الفاتر وإذا أردت حصول على نتائج سريعة فيمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة وهي التخلص نهائيا من التجاعيد المبكرة كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج التجاعيد أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأك والصفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب ولكي مني جزيرة الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علاج التجاعيد بسرعة هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس الزمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج التجاعيد سواء تعلق الأمر بتجاعيد الوجه والرقبة واليدين باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت وفي كل منزل إن شاء الله فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة أختي الكريمة تزوري قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوره ولا تنسي دعمي بلايك والشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على هذه المكونات التي ستساعدك كثيرا على إزالة التجاعيد بسرعة جدا فلدينا هنا المكون الأول كما ترين أختي الكريمة ستحتاجين إلى الحمص النية أو مسحوق الحمص فمسحوق الحمص يعتبر من بين المكونات المفيدة جدا للبشرة فهو يبيض ويفتح لون البشرة من أول استخدام وأيضا سيساعدك على إزالة التجاعيد المبكرة وأيضا محاربة الجذور الحرة التي تعد من بين الأسباب الرئيسية في ظهور التجاعيد المبكرة سواء تعلق الأمر بتجاعيد الجبهة والوجه وأيضا اليدين والرقبة وستحتاجين كمقدار من مسحوق الحمص في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى بذور الكتان أو زرية الكتان وهي تكون على هذا الشكل فهذه البذور تعد من بين المكونات المفيدة جدا جدا لإزالة التجاعيد فهي ستساعدك كثيرا في إزالة التجاعيد المبكرة ومحاربتها وأيضا ستحمي بشرة الوجه واليدين والرقبة من التجاعيد وتحاربها لكي لا تظهر مرة أخرى وأيضا بذور الكتان أو زرية الكتان فهي جد مفيدة لتوحيد لون البشرة وإزالة حبوب الوجه أو حب الشباب وأيضا ستساعدك على إزالة الكلف والنمش إذا كنت تعانين منه وستحتاجين كمقدار من مسحوق بذور الكتان أو بذرة الكتان في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة كذلك من بذرة الكتان أو بذور الكتان أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة ستحتاجين إلى ماء الورد فماء الورد جد مفيد وفعال في ترطيب وتنعيم البشرة الجافة وأيضا يزيل البقع الدكنة والتسبغات وأيضا يعمل على غلق المسام وتنظيفها جيدا مما سيساعدك على التخلص نهائيا من حبوب الوجه أو حب الشباب بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح عفوا طريقة تحضير الوصفة طريقة التحضير فهي جدة هلا وبسيطة تأخذين إناء وتضعين فيه ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان وأيضا ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص النية وتقومين بخلص جميع هذه المكونات باستخدام ماء الورد إلى أن تحصلي على عجينة متجانسة بعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام والاستعمالها لعلاج التجاعد سواء تعلق الأمر بتجاعد الوجه والرقبة واليدين وأيضا ستساعدك هذه الوصفة على تفتيح لون البشرة بكفاءة عالية بعد ذلك تقومين بتطبيق الوصفة على الوجه بالكامل والرقبة أيضا واليدين لإزالة التجاعد وتفتيح لون البشرة وتتركين الوصفة حتى تجف بالكامل وبعد ذلك يمكنك غسل وجهك بالماء الفاتر وإذا أردت حصول على نتائج سريعة فيمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة وهي التخلص نهائيا من التجاعد المبكرة كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج التجاعد أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أرأك وصف صارتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر